ثق واعتقد ثق واعتقد أن طبيعة واحدة إذاتك تكفي أن تردي بك وتفشل كل هذه المقومات إذاتك تكفي أن تردي بك وتفشل كل هذه المقومات وهذه المواهب وهذه الشطارة مثلا إنسان واحد أكو طبعا إنسان جدا نشط ذكي فعال بس هو ينام بس شنو الأشكال أنا شوية أنام أكثر من الحاجة لا لازم أعتقد أن هو هذا نومي فيما بين كل هذه الصفات الجليلة والجمال الفكري الجمال العملي المواهب هي هذه الصفات تكفي أن تأتي على كل الثمار في العمل لازم الإنسان هيتش يعتقد في داخله لازم يعتقد عقلية ندرة مو أنه شنو يكون كيف يكون في الداخل يقول أنا هالكت عندي ثروة هالكت مواهب شنو يضرني هسه شوية عجول شوية عصبي شوية عصبي شوية شنو مثلا ضجر في الرواية تكون ضجر ضجر يعني دلغم شوية مثلا مثلا بطيء العمل مثلا شوية مثلا كثير الكلام شوية هواية أحكي هذه عقلية الندرة من أفضل الفضائل في الرواية تم كثيرا واردها هذا التعابير في هذا المجال أنه الإنسان لازم يدري أن سيئة واحدة تكفي في الإنسان أن تجعل عاقبته بسوء العياذ بالله ولا تنفعه كل المواهع هذه عقلية الندرة الإنسان لازم في الآخرين في مجال الآخرين في طاقات الحياة يمتلك عقلية وفرة أما بالنسبة إلى طبائعه ونزعاته وميوله لازم يكون عنده عقلية ندرة هذه عقلية الندرة تفسح المجال للنقد وإلا إذا شنو أشوف نفسي شنو خمي خالف هس هذا نقدني أنه شنو أنت مثلا في هذه القضية عجول خمي خالف أنا هلقد مواهب هالله هالله هلقد دارس أنا دكتور وفوق التخصص وما أدري استشاري ما أدري أستاذ خارج آلاف يحضرون بحثي مثلا أنا هلقد إنتاج عندي جاي أدير من أستراليا إلى أمريكا خلص هذا فتشم شغله لا شرط الآخر لازم الإنسان يمتلك عقلية ندرة إذا لم تكن عقلية ندرة فلا ينفع النقد وعملية التغذية العكسية شنو آثارها كل هذه من أهم الأمور من أهم الأمور أقلية الندرة ترجمة نانسي قنقر